السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي طلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي طاب يومكم أتمنى أن تكونوا بخير حياكم الله من جديد في درس من دروس مقرر الدراسات الاجتماعية برفقة زميلنا الأستاذ في لغة الإشارة بندر الصالح بسم الله نبدأ فلنتذكر سويا ما تعلمنا في درسنا السابق الحقوق والمسؤوليات الجزء الأول من خلال الواجب والمراجعة الواجب كان واجبنا مكوم من سؤالين السؤال الأول ماذا يقصد بالحقوق مع ذكر مثال عليها عرف وعرفي المسؤولية إذن ماذا يقصد بالحقوق طلابي وطالباتي أحسنتم ما يستحقه الطلبة في حياته الحقوق ما يستحقه الطلبة في حياته والحقوق طلابي وطالباتي كثيرة إذن الحقوق كثيرة منها يحق لطلبة المدارس تناول وجبة غذائية صحية في أثناء اليوم الدراسي وقت الفسحة إذن الحقوق كثيرة منها ما يحق لطلبة المدارس تناول وجبة غذائية صحية في أثناء اليوم الدراسي في وقت الفسحة أحسنتم إجابة صحيحة ننتقل للسؤال الثاني عرفوا عرفي المسؤولية المسؤولية هو واجب أو عمل يلتزم الفرد والمجتمع بتنفيذه إجابة صحيحة مثل بعد التنزه في الحديقة نتحمل مسؤولية رمي المخلفات في سلة المهملات اذكروا اذكري مثال على المسؤوليات نراجع درسنا سابق اذكروا اذكري مثال على المسؤوليات نعم مثال بعد تناول أحمد وجبة طعام يتحمل رمي المخلفات وما تبقى من هذه الوجبة في سلة المهملات إذن طلابي وطالباتي جميل جدا حلكم وأداءكم للواجب إجابات موفقة بارك الله فيكم أحبتي ما زلنا في الوحدة التاسعة المواطنة المسؤولة انتهينا من الدرس السادس عشر الأسرة والمجتمع تبقى لنا الدرس السابع عشر الحقوق والمسؤوليات في جزءها الثاني انتهينا من الجزء الأول أيضا تبقى من دروس الوحدة الدرس الثامن عشر العمل الجماعي ما الهدف من دراسة هذه الوحدة؟ سوف أتعلم في هذه الوحدة مفهوم الأسرة والمجتمع وانتهينا من تبقى لنا مفهوم الحقوق والواجبات والمسؤوليات تعرفنا عليها على جزء منها في درسنا السابق واليوم بإذن الله نستكمل باقي الدرس أيضا تبقى لنا فوائد العمل الجماعي في درسنا السابق تعرفنا على الحقوق والمسؤوليات رقم واحد وذكرنا أن لكل فرد في الأسرة والمجتمع يحق له ماذا؟ التمتع بالحقوق والتزام الواجبات والمسؤوليات إذن درسنا بإذن الله اليوم تتمه وتكمله لدرسنا السابق الحقوق والمسؤوليات رقم واحد اليوم بإذن الله الحقوق والمسؤوليات رقم اثني يحوي درسنا المحاورة التالية مفهوم المواطن الصالح دور المواطن الصالح في خدمة وطنه فوائد الالتزام بالمسؤوليات يتوقع من الطالب والطالبة أن يبين مفهوم المواطن الصالح يذكر دور المواطن الصالح في خدمة وطنه يعدد فوائد الالتزام بالمسؤوليات أبناء الطلاب والطالبات حتى أكون مواطن صالح لا بد أن أتعرف على الحقوق والواجبات فما الحقوق والواجبات؟ الحقوق حقوقي في التعليم والصحة والأمل واجباتي واجباتي ضاعة الملك والتزام النظام والدفاع عن الوطن إذا ماه من هو المواطن الصالح؟ من هو المواطن الصالح؟ أحسنتم؟ هو المواطن الذي يتقيد بالنظام ويشعر بالمسؤولية ويؤدي الواجبات وينتمي لوطنه إذن من هو المواطن الصالح طلابي وطالباتي؟ هو المواطن الذي يتقيد بالنظام ويشعر بالمسؤولية ويؤدي الواجبات وينتمي لوطنه إذن نستنتج مما سبق طلابي وطالباتي أن المواطن الصالح هو المواطن الذي يتقيد بالنظام ويشعر بالمسؤولية ويؤدي الواجبات وينتمي لوطنه إذن ما هو؟ من هو المواطن الصالح؟ طلابي وطالباتي نستنتج مما سبق أن المواطن الصالح هو المواطن الذي يتقيد النظام ويشعر بالمسؤولية ويؤدي الواجبات وينتمي لوطنه إذن من هو المواطن الصالح طلابي وطالباتي؟ أحسنتم بارك الله فيكم هو المواطن الذي يتقيد بالنظام ويشعر بالمسؤولية ويؤدي الواجبات وينتمي لوطنه إجابة صحيحة بارك الله فيكم إذن هذا هو المواطن الصالح لذلك فإننا نستنتج دور المواطن الصالح في خدمة الوطن ما هو دور المواطن الصالح في خدمة الوطن؟ لاحظوا معي يؤدي المواطن الصالح دورا مهما في خدمة وطنه من خلال واحد التميز في العمل أحسنتم بارك الله فيكم أيضا التزام النظام والتقيد بالنظام كذلك الحرص على الأمن أيضا الصدق والأمانة إذن ما هو دور المواطن الصالح في خدمة الوطن؟ يؤدي المواطن الصالح دورا مهما في خدمة وطنه من خلال التميز في العمل التزام النظام الحرص على الأمن الصدق والأمانة إذن اذكروا اذكري دور المواطن الصالح في خدمة وطنه طلابي وطالباتي بارك الله فيكم التميز في العمل إجابة صحيحة التزام النظام ممتاز الصدق والأمانة أحسنتم الحرص على الأمن إجابة صحيحة من مسؤولياتنا طلابي وطالباتي من مسؤولياتي أن أتجنب التلفظ على الآخرين بكلمات غير مقبولة أتجنب المواقع غير المناسبة لعمري أحب للآخرين ما أحب لنفسي لا أتواصل مع من لا أعرفهم أستعمل الأجهزة الإلكترونية بمسؤولية أعبر عن رأيي بهدوء ولطف أيضا أحترم حقوق الآخرين ومعلوماتهم كذلك أترك الإسراف في قضاء الوقت عند استعمال الإنترنت كل فرد في المجتمع له مسؤوليات هذه المسؤوليات تتناسب مع الفئة العمرية لهذا الفرد لدينا أحمد ونورة يتحدثان عن مسؤولياتهم يقولون من مسؤولياتي أن أتجنب التلفظ على الآخرين بكلمات غير مقبولة أتجنب المواقع غير المناسبة لعمري أيضا أحب للآخرين ما أحب لنفسي لا أتواصل مع من لا أعرفهم أيضا أستعمل الأجهزة الإلكترونية بمسؤولية أعبر عن رأيي بهدوء ولطف أحترم حقوق الآخرين ومعلوماتهم أترك الإسراف في قضاء الوقت عند استعمال الإنترنت ننتقل طلابي وطالباتي للكتاب المدرسي للإجابة على النشاط رقم 2 صفحة 111 النشاط يقول يضع الطلبة العبارات الآتية في مكانها المناسب طبعا في الجدول العبارات الحصول على تغذية العمل بجد احترام الآخرين الحصول على عناية صحية الحصول على تعليم بحيث نصنف هذه العبارات إلى حقوق وواجبات من الحقوق أحسنتم الحصول على تغذية صحية بارك الله فيكم أيضا الحصول على عناية صحية إجابة صحيحة كذلك من الحقوق في العبارات السابقة الحصول على تعليم من الواجبات في العبارات السابقة العمل بجد ممتاز احترام الآخرين احترام الآخرين إذن نعيد مرة أخرى طلاب وطالباته العبارات بعد تصنيفها إلى حقوق وواجبات الحقوق الحصول على تغذية صحية الحصول على عناية صحية الحصول على تعليم بينما الواجبات العمل بجد احترام الآخرين إجابة صحية ننتقل لفقرباء في هذا النشاط ما فائدة الالتزام بالمسؤولية؟ ما فائدة الالتزام بالمسؤوليات؟ أحسنتم أحسنتم فوائد الالتزام بالمسؤولية واحد الإخلاص في العمل والثبات عليه كذلك كسب ثقة الناس واعتزازهم بالشخص المسؤول المسؤولية تجعل للإنسان قيمة في المجتمع إذن هذه فوائد المسؤوليات الإخلاص في العمل والثبات عليه كسب ثقة الناس واعتزازهم بالشخص المسؤول المسؤولية تجعل للإنسان قيمة في المجتمع من النشاط السابق نستنتج فوائد الالتزام بالمسؤوليات الإخلاص في العمل والثبات عليه كسب ثقة الناس واعتزازهم بالشخص المسؤول أيضا المسؤولية تجعل للإنسان قيمة في المجتمع لنختار المفتاح المناسب لفتح القفل أمامنا من خلال إجابة على الأسئلة القادمة نختار المفتاح الأول السؤال يقول في المفتاح الأول من هو المواطن الصالح نجيب حتى نفتح القفل هو المواطن الذي يتقيد بالنظام ويشعر بالمسؤولية ويؤدي الواجبات وينتمي لوطنه عودة من جديد المفاتيح المفتاح الثاني اذكروا اذكري دور المواطن الصالح في خدمة وطنه نجيب على هذا السؤال طلاب وطالبات حتى نتمكن من فتح القفل التمييز في العمل التزام النظام الصدق والأمانة الحرص على الأمن اذن دور المواطن الصالح في خدمة وطنه التمييز في العمل التزام النظام الصدق والأمانة الحرص على الأمن اجابة صحيحة بارك الله فيكم عودة من جديد للمفاتيح على المفتاح الأخير عدد وعددي فوائد الالتزام بالمسؤوليات عدد وعددي فوائد الالتزام بالمسؤولية أحسنتم الناس باعتزازهم بشخص المسؤول أيضا المسؤولية تجعل للإنسان قيمة في المجتمع إذن في درسنا اليوم بإذن الله تعرفنا على المواطن الصالح وذكرنا حقوق وواجبات المواطن الصالح طلابي وطالباتي وذكرنا مسؤوليات أحمد ونورة كذلك ذكرنا طلابي وطالباتي فوائد الالتزام بهذه المسؤوليات من هذه الفوائد الإخلاص في العمل والثبات عليه كسب ثقة الناس واعتزازهم بشخص المسؤول المسؤولية طلابي وطالباتي تجعل للإنسان قيمة في المجتمع في نهاية هذا الدرس نستنتج طلابي وطالباتي الحقوق التي يتمتع بها الفرد في المجتمع والواجبات والمسؤوليات التي يلتزم بها طلابي وطالباتي لدينا واجب طلابي وطالباتي على هذا الدرس الحقوق والمسؤوليات السؤال يقول اذكر واذكري دور المواطن الصالح في خدمة وطنه اذكر واذكري دور المواطن الصالح في خدمة وطنه هيا بنا طلابي وطالباتي لنلخص سوياً جميع المعلومات التي تعرفنا عليها من حيث مناقشتنا في درسنا للمحاور التالية من هو المواطن الصالح دور المواطن الصالح في خدمة وطنه فوائد الالتزام بالمسؤوليات اذا ناقشنا في درسنا المحاور التالية مفهوم المواطن الصالح دور المواطن الصالح في خدمة وطنه فوائد الالتزام بالمسؤوليات طبعا طلابي وطالباتي انتهينا من درسنا لهذا اليوم الحقوق والواجبات تعرفنا فيه على معنى الحقوق وذكرنا مثال عليها تعرفنا على معنى المسئولية وذكرنا مثال عليه تعرفنا على مفهوم المواطن الصالح أيضا تعرفنا على دور المواطن الصالح في خدمة وطنه وتعرفنا على فوائد الالتزام بالمسئوليات في نهاية درسنا شكرا لكم حسن استماعكم أستودعكم الله إلى لقاء جديد بإذن الله